رسالة لكل رؤساء التمريد في الدول العربية خذها قاعدة بحياتك الممرض أو الموظف بشكل عام ممكن يشتغل 8 ساعات عشان المرتب ممكن يشتغل 12 ساعة لأنه معوش يوكل وبدور على الأوفر تايم ممكن يشتغل فيه مكانين عشان يكفي حاله لكن ممكن يشتغل 24 ساعة عشان المدير تابعه أو رئيس القزم تابعه كويس خذها قاعدة في حياتك الموظف ممكن يعمل أي إشي ويتحمل أي إشي ويتغاضى عن أي إشي إذا كان مسؤول المباشر كويس أنا ما بهمني الراتب كويس ما بهمني ساعات العمل قليلة ما بهمني ما فيش ضغط عمل بهمني أنه لما أجع في مشكلة أول واحد يوقف معي رئيس قسمي فأحترم الممرض علمه قدر ظروفه ساعده في كل إشي وفي النهاية لو هو ممرض كويس فأنت بتساعده يظل في مكان كويس بيحترمه بتساعده أنه يحافظ على صحته النفسية وبتساعد المؤسسة في أنها تحافظ على موظف مخلص ومبدع في نفس الوقت في فيديو اسمه عزيز الهدنيرس السيء الله لا أعطيك العافية بنصحك تشوفه عشان تعرف شو الأشياء اللي بتضايق الموظف في المدير تابعه ترجمة نانسي قنقر